عموماً للإجابة على هذا السؤال وأسئلة أخرى كثيرة خلوني أرحب بضيفي على الهاتف الدكتور أحمد خزيم المستشار الاقتصادي دكتور أحمد أهلاً بك معنا في إيه الحكاية أهلاً بحضرتك يا أستاذ أحمد أستاذ أحمد دكتور أحمد عندي سؤال الحقيقة حضرتك أكيد سمعت عن مشروع القانون اللي تقدمت به الحكومة واللي عايزة تطلع به على حسابات المدعين أولاً حضرتك كاقتصادي عايزة أعرف رأي حضرتك في هذا القانون خليني بك تسمحي لي بديها قبل ما جاوبك على السؤال وأقول أنه كلينا نتفق أنا وأنتي المؤيد المعارف اللي برا اللي بوه أنه إحنا أمام أزمة هذه الأزمة اسمحي لي بديها دي يعني أن خسارة أي شيء أفضل من خسارة أي وقت محدش أختلف على ذلك وخليني أشهد شهادة تانية وقد تعضي بالبعض أو ما تعجبش البعض هو يقصر على الأواء أنا واليوتيوب مليء في حلقاتي سواء على الخلاوات المصرية وعلى المعارف اللي بي وعلى تليفزيون المصر وغيره وأكثر من عشر سنة وأنا غداوي قديم من المؤسسين في الثانية وخمسة يعني وبالتالي المسألة كلها علم الاستصاد بطبيعته هو قلبي تأديري مش تقريري علم يقبل لاختلاف مش الخلاف ونحن إذا لم نعترف أننا أمان أزمة فلن نحل هذه الأزمة صحيح عندنا أزمة؟ آه عندنا أزمة وأزمة جيدة جدا عندنا كارثة من وقت التظري حتى الآن ما عندناش الكارثة إذا أصرعنا في الحالة نبدأ بقى أجاوبك على فرحة لحظة أنا أرى أنه الجميع يتكلم على العرض ولم يتكلم أحد على المرض نحن نتعامل مع تندوق النعب الدولي من راحة المشكلة عندنا وأزمتنا أنهنا في 30 سنة ساعة كنا بنشتغل اقتصاد ريعي وكنت تسمعي وكل اللي بيهتمل باقتصاد أنه قناة السويس والسياحة وتحولات المقيم وكأن هذه الدولة التي تمتلك خمس اقتصاديات مطر فيها اقتصاد زراعي في شخي الزراع والتطناء الزراعي فيها اقتصاد صناعي وبنخلص فيه يعني إحنا ستدى الدولة في السر والمحضرية وعندنا تعديل جدير للاسناعة استخراجية عندنا اقتصاد سياحة حدث ولا حرج عندنا اقتصاد بحري عندنا اقتصاد خلق لم تستطع لهذه الاقتصاد الزراعي التي تولد للموازنة المصرية اللي هي أزمت الزراعي انتقلنا من الاقتصاد الريعي ودخلنا في آخر 10 سنين في اقتصاد مبني على حاجة مع الهندسة المالية هندسة المالية وده يمكن أنا ذكرتها سنة ثلاثين وخمستاشر في أزمت اليونال لما دخلت الكلام ده مهم جدا يا دي أصد دوعة أنا مركزة مع حضرتك جدا لما دخلت الاتحاد الأوروبي فبدأ هاي كان الدولة يحط تقارير في التباقهم وفي الإخراض وفغيره على غير الفقصة قدام لتخذ القرار وعملت أزمة مع الماني كانت تأتي هما أرجع لمصر ونمسك بقى المرض المرض هو كيف أولد من هذه الاقتصاديات اللي عمي الدولار دنيا الأزمة داخل الدولار نمر في اثنين إن أنا وأنا بقول عنك خبث الصديات ومش عيب أروح السندوق لما روح السندوق السندوق لا يتدخل إلا في الدول المدينة ولديه روجستة وحدة سبتة دايما يبحث عن خفض الإنصاق خفض دعم رفع طاقة رفع كذرة ولا ينظر أبدا إلى جانب الآخر من المزامية وهو الإيرادات أرفع إيرادات من الفياحة أرفع إيرادات من الصناعة أرفع إيرادات من الزراعة وهكذا وبالتالي أنا يجب وهذا الكلام ذكر وقلت وموجود على اليوتيوب وموجود على جوجل من سنين يعني إنه يجب أن نضع روجستة مصرية تقبل كل وجهات النظر بما إن الاقتصاد العلمي دالي كيف نكون في مواجهة الصندوق في روجستة مصرية تناسب الملكات والإمكانيات المصرية على شل ما نيجي نقعد قدام الصندوق ما نبقاش نسلمين أمرنا على اللي بيطلوب الصندوق الصندوق في كل مدولات ومع كل دول العالم هتلاقي كده روجستة سبتة خفض عدد الموظفين ارفع الدعم يخفف أعباء عن الدولة ماشي جانب الإنفاق طيب مهما عدت أشيل في جانب الإنفاق برغم أنه يبدأ يعمل لأزمة في السبقة الوسطى ولا لن يحل المشكلة نرجع بقى نقول إنه في اتفاعنا مع البرنامج المكسف كلام بقى هنا هنخش هجاد في 2016 كانت الفجوة المالية لأنه هو ده اللي حلله الأسبوع الجابة الثلاثية كانت الفجوة المالية المقدرة عند الذهاب إلى البرنامج المكسف 30 مليار دولار تقسم على 30 كل سنة 10 مليار دولار البنك الصندوق أقر 12 مليار دولار أربعة لكل سنة وسمح لنا بخمسة مليار من بنك التنمية الأفريق وسمح لنا بأربعة مليار سندات مصدرها إجمالي هذا الكلام كان 21 مليار على اعتبار يتبقى 9 مليار الحكومة بالتشريعاتها وفي قوانينها تجلب هذه التسع مليار ثلاثة لكل سنة استثمارات مباشرة تضخ داخل باقتصاد المصري تستطيع أن تسد العوائد وأقصاد الواحد وعشرين مليار اللي هم الاثناشر والخمسة الأرض أول غلطة عملناها أستاذة الأفاضل الاستاضيين والجولين ولازم نعترف بذلك إن حولنا التسع مليار إلى قروض بسنة 10 يعني اللي حدد التسعى دول كانت بقى استثمارات استثمارات صحيح جاية من برأ نتيجة إن إحنا عملنا وده كان فيه منقشة بيني وبين السيد محمد ما يتكلم في هذا التاريخ على الهواء في مداخلة تليفونية استثمارات ممكن لأكثر من 25 ديها وهذا الوضع إذا لم نقفل هذه الفجوة صحيح صحيح فأدي أول غلط الثاني غلطة إن كانت كل هذه القروض بالنسبة لنا ما يطلق عليها وجلوها بكل الناس يعني قروض تطيرة الأجل وضعناها في مشروعات طويلة الآن هنا الغلطتين دول اللي النهاردة استنزو في التسعة تيام اللي جايين وإحنا داخلين هو مصر على سدف الفجوة المالية نتيجة ما سمت فيه نرجع نقول بقى عشان ما نبقاش طول الوقت عمالين نصدر مشاكل 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 ويجب تماما أن تفتح كل الأفاة الوطنية للتماع الرؤى وعلى مستخد القرار إنه ينصطي منها ما يناسب ما نبقاش بهذا الوضع اللي احنا عمالين نشوف منه حاجاتين في تاريخه طلبنا بتسع قوانين أو ثمان قوانين قانون المنفة الاحتكارية يتمل الغلطتين من مشكلة كبيرة جدا قانون الاستثمار قانون العمل قلنا قانون العمل وكان أهم حاجة إنه كل رجلة في الصندوق فيها ما يدعب المواطن المصري من رفع دعم من رفع تغربة من رفع خدمات في مقابل ثلاث حاجات إنه يسمح التعوين لأن عملتك بتتخفى طلبة عندك منافسة إلى التصدير بسعر المنافس وإلى جلب استثمارات مباشرة لأن للأصول عندك بسعرقية إن أنا أبني مشروعات إن أنا أعمل توصيل بالصناعة أعمل توصيل بالزراعة أعمل شاركة مع دول العالم فيه عند محور قناة السويس المنطقة اللوجستية اللي تستطيع بدراسة فسيطة جدا وفي الأرقام لو حفظ أو لالك بدلا ما أنا مستني 5-6-7 مليار من حسوم القناة لكن المنطقة اللوجستية فيها امداد بالوقود وامداد بالمياه وامداد ومحطة حاويات تستطيع أنها تستطيع إلى 40 مليار لو تم زي بقواب التكنولوجيا نقدر نعمل شاركة مع الهند مع الصين مع أي حاجة ونبدأ أفريقيا عايزة حوالي 575 مليون جهاز ما باللاب وتابه كله إذا لم العملة لم تقف على قدمية لأنها مغزن خيمة صلامة بعيدين حتى الإقراض في نفسه إذا رفعت الناتج القوم تمام بدأ أنه أربعة النهاردة بقيت ستة فإبقى عندي أنه أزل من 60% بنصر لهذه الأزمة لما تيجي مواعيد الأقصاص علم الاختصاص مش علم يعني حساس جدا وفي نفس الوقت عمد الأوارد مستطرحة وبالتالي كان يجب وزارة التخبيط مع التخبيط القومي في ثلاث جوايا في الدائرة العالمية الأحداث اللي بتبني التجأة زي النهاردة ألمانيا فيها زي زيارة السعودية فيه تغيص العالم والدائرة الإقليمية ثم الدائرة المحلية قلنا في الدائرة المحلية مع بداية 2015 يا جماعة ندخلنا على حاجة اسمها الدائرة البهنمية وأنا أعلنتها الدائرة البهنمية أنه أنا النهاردة حاجة مني قروضي حتيجي مواقيت التزديد مش هابا قادر على سدادة لأنه ما عنديش توليد للدولارات وعندي قلنا في هذا ثم جاءت طبعا رياحة كورونا وساعتها أطلقت ما يسمى اتصاد الصدمة والصرابة ثم الآخر بنتكلم على أن لابد وأن نذهب إلى صلب الموضوع إلى المرض تين الخطة الانتاجية نيجي في الزراعة نارضة فيها هندسة وراثية ممكن زي اليابان اللي ما عنداش أرضه ونبدأ نضع رجلتة كاملة سواء في الانتاج الزراعي على ما يتأثر لنا من أراضي بيئة موجودة مع سلالات جديدة مع توصيل الزراعة ونجي في الصناعة صناعة استخراجية هي أسرع صناعات تغزي الخزينة العامة للتاس ثلاثة قلنا قلب به وده كلام ديره جدا أنا لا أحبش أطرح وللأمانة برضو يعني أنا من الناس اللي بعرض ومن داخل مصر اقتصاديا من بعد حتى يعني من بعدت على السياسة وحتى الآن والأراضي موجودة ومنشوف دي برضو شهادة عشان البعض يفسد معي وبالتالي هنا حساسية الأسواع إننا النهاردة البنك المركزي وهو جهة مستقلة بدك تجارة الإنظام للحكومة الحكومة حتى الآن في مجلس النواب لم تقدم بيان السنوي عن توجهات أدواء اتنين النهاردة أنا عن في مصر زي ما نقول في هذه الأمور وقدرك وبالتالي أنا طالما اعتمد طول الوقت تسرحات السيد وزير المالية دائما يخرج من قرض يروح قرض يا سيدا أنا ما عنديش مشكلة في القرض إنما سلسلة القرض دي منعت الحكومة أو رياحت الحكومة على إنها تبقى مهتمية تماما أصبح في إيه؟ أصبح إنه هصل حصيلة بتاعة الموزنة العامة للدولة اللي بتيتجاوز فيها رقم يتجاوز 75% منها من الضرايا لو أنا النهاردة حصل لي تضخم وهو حاصل وحصل لي لا قد لله رفوط الأشواء وطبيعة هيحصل الحصيلة الضريبية اللي بيتنول لي الموزنة العامة حتى قل لأن أنا النهاردة بقي حجم الإنفاع نتيجة ارتفاع الفطورة على كل المصريين في كافة أوصصها زيادة فبيقلل بدل ما بيجيب أمستين هيجيب قميص بدل ما بيجيب كذا بيجيب كذا يبقى المنتج ده نفسه خلاف إنه مع الاضطراب العالمي والفدرالي هو يجتمع يوم 13 وارتفاع الدولار وأنا الاحتياط بساعة كله من الدولار وكل الزيادة في الدولار أمريكا تحمي نفسها أنا بيجيلي زيادة هنا في العجل اللي موجود يبقى الثلاث حاجات اللي أنا عايز بس أتكلم فيهم عشان ما نفضلش اللي في واندور البنك المركزي بدل ما استخدم سلطاته في الفترة اللي فاتت لاستقل لأنه يجتي جرس إنزال للحكومة لأنه يدير السياسة المالية والنقبية طيب فين الانتاج اللي بتنتجه لحكومة المصرية في الصناعة في خط الصناعة في خط الزراعة وارجعنا قلنا يا ده معنا مجال جائحة كورونا علينا بأن تكون مصر كلها بداية ورشة عمل عشان الإجراءات الاحترازية بالصناعات الصغيرة والمتوسط ومتناهية الصغيرة وبالمناسبة هذا القطاع الذي يملك 24 قطاع داخل الثروة الدجنة والثروة الحيوانية والثروة السمكية وتجميع الحصرات الزراعية وكلها معظمها غالبا في المواد الغزائية مش أقولها تخفض الأصعار لكن على الأقل بعانتي منتج مصري حتى لو لا قد لا حصل أي حاجة بالإضافة إلى هذا النوع من الخطة الآنية المضب الحيو واللي خصص دي الحرارة ثورة أنه يتميز بخمس تسخصات رأس المال بتاعه مقارسا بالمشروعات الكبرى قليل اتنين معامل دوران حركة الدورة الانتاجية يعني في بوضوع المزارع من عمر يوم تكوت لعمر 40 يوم بتطلع الفرخة وده اللي عملت يعني اللي خلت البرازيل تجاوزة ونستطيع وبطارية في الدواج اللي نستطيع الأعلى نستطيع نستطيع نستمت فيه لكن بدون هذا الأمر الغذاء مسألة أمن قوم حتى لو قد لا نرد بنسمع عن مجموعة من الأمراض وربما يعني البرازيل الحاجة الثالثة أنه بينقص عماله بسرعة الحاجة الرابعة أنه مفر دخول اللي نستي كده فيعمل عامل دوران الحاجة السبتة أنه يغنيني عن وارد سبيقل ديني من الفتورة لأن مشكلة الدولار مشكلة ما بين فاتورة صدراتي في مصر كلها وفاتورة وارداتي أصبح وردتي فكوة ثلاثين الحكيين لليها الدولار هذه الفكوة المالية ما بين صدرات مصر اللي فيها السياحة وفيها داخل القناة وفيها تحولات المصرين في الخارج ومجموعة الحاصلات ومدين استهراتنا الفكوة اللي هي بتبثل من ثلاثين لأربعين مليار جعل ست دولار في مصر ليس عملة بل سلعة يتم التضارب عليها ولم حتى يقول سعر الدولار كان لا أحد يستطيع أن يتنبأ وحضرت في كل الباز برامج ده بيقول أمر كأن المسألة بلا ضابط أو رابط لأن كل قطاع عنده مكاذبه وبالتالي أنا عندي هادي الفكوة غير موجودة في البنوك وبالتالي هنا أصمحت العملة هنا مش عملة بيئة سلعة بيتم التضارب عليها عرض وطلب ولن يستطيع أحد استحقق فيه آدي واحد نمر في السمين عشان رجعك للأزمة ثانية نمر في السمين إنك مش شرط إنك تحطلي لأن من ضمن الشروط اللي فيه البرنامج المكسف في 2016 إن جانب الحاجات اللي إحنا قانون خدمة المدنية وتركة الموظفين وكل المسائل دي وهكذا وبالجاد من الآخر عشان طب أنا عشان أصدق هل أنا النهاردة يعني استفاعت المجتمع للقطاع الخاص دعه يعمل دعه يمر أنا عندي قطاعات مهمة جدا عندي لسه خيرات مصر في الموارد الطبيعية اللي هي أرضها طاقة وشرقية عندي حسب جهاز المركز للتعبئة والإحضار أكثر من 69 في المنطقة في سنة 40 صحة عمل جبارة عندي النهاردة في الأموال أستطيع أعمل شراسة أستطيع أبقى أعمل توطين لبعض الأشياء أجيب مستثميرين أشارك معهم أنا بالأرض وبالعمالة هو بالنهاو وبالثالث بأورش تعمل عشان أرفع الناتج القوة هذا هو صد الموضوع المسألة تحتاج مصر مليانة بالبطنيين المصريين اللي ممكن يتنقشوا مع مساحة من أنه نفس تستمع إلى كل الأعراء الاقتصادية باختلافها عشان نطلع بروشكتة يهننا فيها وطن وشعر يهننا فيها بلد يأزمة لاجي بنرك إذا سقطت مني التبقى بوسط أو ضاقت فهذا يضرنا جميعا في التماسي المهمومة على هذه الثلاث يتحدث في الاقتصاد فأمر أنه يجب نستمع للجميع سيد رئيس مجلس الوزر على عيني عندك لاجنة اقتصادية في المجلس وعندك لجان الجماع وعندك لجانة منقشة واستدعي الاقتصاد حمال أو جه نسمع لكل كل الأعراء عشان نخرج من هذه الأزمة لأنه لو تضحرجت أبعد من هذا حتصيب التماسك الاجتماعي للبلد ده مصري مين مصري مش حاجة تانية جد كده وبالتالي المهموم بمصري والمسؤول على أنه كلنا شرفاء في هذا القارب ما نقدرش لا لحنا بلد كبير جدا مئة واربعة مليون مش هننفع عن نتخبر مش هننفع وبالتالي الخوف على مصري اللي يجب تكون هناك آذان صغير اليوتيوب هو ذاكرة الحال عليه من البرامج ما قلنا في حينه لدرجة أننا في 2014 أولت سنة الفرص الضايع في 2015 أولت سنة الفرص الضايع إنما إذا لم نعترف أن هناك لدينا وعافينا نفسنا من الكلام اللي بنقوله إرضاءا بآخر أو ده مش ده اللي بيحب مصر اللي بيحب مصر خايف عليها وخايف عديها كوطن وشعب ويجب أن يعترف أن هناك أبطاء الحل في تحلول لذلك مصر زخيرة بالخيرات وأقدر عبدها بالأرقام لو حب ولو عندك وقت إنما إذا لم نعترف بهذا الاستجاه إنما إن أنا أترك الأمر لصغار كبار الموظفين فكل موظفي طلع لقانون لعمليك إنه أنا النهار في حالة من بسل إيرادية المتنامية ده على عين وبعد ما تاخد كل الإيرادات أنا في بسل الذي دايما بقوله في القصة إن نخذ البيضة لأن نتبعش الفرح فإن أنا النهاردة لو وصلت الناس لهذه الحالة بالتالي في كتير من المشاريع هتخرج بجالة في أزمة عالمية مش في إيدينا إحنا من التضخم ومن تضارب العبولات وعلى عندي بس بآخر خمس أشهر دول مثل أسول موجة سحب الاستثمار على الإطلاق وخروج الاستثمارات الحياوية من الأشواء الصعيدة بحثا عن ملاز أمن في كتير من الدول الصعيدة يعني عندي الدولار التابع بس في سنة ربعتشر في المية لو أبدأ بقى على المدى المتوسط أبدأ أفكر فيه إن أنا النهاردة أنا عندي السياحة السياحة لم تبحث لأنه ما عنديش مبدعين في السياحة عندي أداء وظيفة إلى دول الفوائد الصين في سنة الأخيرة مصدرة مية وستين مليون تخيلي يا أستاذ دعاء لو النهاردة في مبادرة من الدولة إعفاء كافة المنشئات الساحية من أول اللي بوزين من أي رسوم أو ضرب لبدة سنة بشرط إن هذا الإعفاء يبقى عبارة عن مبادرة للسائح الصين أحاول أجذب عشرة في المية بألس دولار هجيب ستاشر مليار دولار بدلا ما سفع فيه الستاشر المليار اللي تندوي النادى أو لأي مقرد هبقى رسحتهم دنيا للخزانة وشغلت اصناعها فيها قد جدا أنا النهاردة عندي اقتصاد مهم جدا 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 حسب الاقتصاد الخلف أنا عندي أقبر بنوك أفريقيا وعندي أقدم شركات التأمين في أفريقيا وأقدم شركات المؤولاد في أفريقيا وعند اربعة وخمسين أول دولار خاصة بعد ما احنا دقينا بعد ما كنا مسجد الاتحاد الأفريقي وعمل المنظمة التي تعتبر أكبر منظمة بعد منظمة التجارة العالمية فيها إعفاء لغاية 55% ولغاية 60% في الجماري لمدة 9% زي الكوميسة اللي ما استفتناش فيها من 2005 الكوميسة 19 دولة بعد اتحاد تنزلية بتستورد في السنة الواحدة في حوالي 400 مليار دولار لو استهدفنا كل سنة 10% وأنا حللت هذه النوعية فلاقيت أول الصهي والأسمدة والأخمشة والأخمشة وحاجات كلها طب إحنا 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 من تنفيذ كل المقترحات اللي حضرتك قلتها منعنا عدم وجود رؤية عدم وجود رجال عدم نستماع لكل الآراء بالاقتصاد ما فيش دواجه الاقتصاد هو أكل العيش نسمع للكل ونضع رجالة مصرية وبالتالي إذا لم نذهب إلى الانتاج كل هذا الأمر عرض ولم نذهب إلى المرض مصر قادرة على أنها تذهب إلى الانتاج وترفع النادي القومي حتى القرد ما تبقاش خطر ونجب أن توضع خطة آنية وخطة متوسطة في التونت الأجل ونتباحث مع كافة المقردين على عدد الجدولة تاني عشان نقدم نخل نفسنا بس للأول نضع القوانين من المهاجحين أنا كل القوانين اللي طلع للأسف الشديد مش في سلط الموضوع علينا الذهاب كلا إذا كنا محمومين بهذه البلد البلد تبلغ إحنا ثلاث سلطة وفترى بمش عايز عدد اللي موجود بس لهم الكل يعلم طيب أنا هسأل حضرتك سؤال أخير اللي بدأت به الحلقة مشروع القانون المقدم لمجلس النواب لإبداء الرأي أو الموافقة عليه بخصوص الإطلاع على حسابات المدعين حضرتك معه ولا ضد ضد صبعا أنا ضد لأنه حضرتك قلت هذا الكلام مش بس هذا المشروع يا سيد دعاء حتى في كثير من المشروع مخالفة دشتورية وبعدين من مجلس النواب اللي النهاردة بيظل قرارات دول هل هو استدعى مجلس الوزراء في كثير من الأمور اتناقش فيها هل هو عمل جلسة الاستماع هل هو تقدم مجلسه بيان الحكومة وحسينا كده فيه مناقشات زي ما كنا بنشوف لأن ده أزمة اقتصادية تهم المواطن المصري ويجب أن كلنا نشارك فيها مش لحد معاين حتى هو هو بيتكلم عن الشائعات ما تنبس القانون حرية وتداول واشترافية المعلومات وخل المعلومات متاحة ونسمع عراء بعضه وننقذ البلد بلد سهل جدا ننقذها لكن بهذه الطريقة إنه كله على ما يرام ده كلام مصطح ده كلام مصطح وبالتالي لابد أن يعني نفتح بشحة نستمع للآراء المهمومة بهذا الوطن الوطن مش ملك حد الوطن ملك جميع نبشي حاجة اسمها هنا ولا هناك ولا معارض ولا مؤيت صاح قول وجه تذرك القابلة للتصديق ويتحطوا قدام ثاني القرار إذا لم نذر إلى هذا وأنا بكلمك وقام بتاخد مصر والحمد لله موجود يعني زي بولا حدك على اليوتيوب لكن في الآخر لن يستمر هذا الحال في أن كل حاجة إشعاعات كل حاجة بأمر مش هنصلح حاجة مش هنصلح حاجة إذا لم نعترف أن هناك خطأ والأفكار بكري وموجود وموجود يساري لبرالي واسطي أهل الوثاب وأنا اللي طالبت في بوطمر اقتصادي بكري يطلع فيه أفكار مكتوبة فيها خطة الاصطناعة خطة الازراعة نبدأ نستعيد مثلا النقل النهري عشان نخفص نقدر نرجع في السكة الحديدة على خطر نخفص الأحمال علشان نستطيع أنه ما نخليش الرقود يصل إلى البيت المصري وده هيؤدي إلى أنه نحن نصر على الأمن وعلى الصحة لأنه هيؤدي إلى أمراض وإلى عنوز وإلى صريقات وإلى أنه نقوّل أمن هنرجع نصرفه بطريقة ثانية وده أرجو أن يكون هناك من يستمع أنه تحتوينا كلنا والأفكار مش حكرة على حد وما حدش يقول للأفكار حط أفكب وإكتب إجراءاتك والبروستس بتاعتها وتتناقش وتبدأ تدخل وتطلع بها رجلتة مصرية نواجه بيها كلنا هذه الأرض ده وجهة نظري نتمنى نتمنى أن يستمعوا لها دكتور أحمد خزيمة المستشار الاقتصادي أنا بشكر حضرتك شكرا جزيلا على مداخلتك معنا وعلى كثير من الأمور اللي حضرتك وضحتها